موسيقى اليوم ان شاء الله وفي اطار تحفيز ابنائي العزاء من شباب المحامين من محامي الجدول العام نلتقي اليوم حول كيفية التخلص من توطر الجلسات وفي مفهوم ذلك نتحدث حيث انه عند حضور محامي الجدول العام ولأول مرة في بداية فترة التمرين تنتاب حالة من القلق والتوتر من حضور الجلسة العلنية أمام المحكمة والجمهور وذلك مثل مواجهة الفنان الجمهور على المسرح ولإزالة ذلك القلق والتوتر نذكركم أولا يوم راجعت حلقاتنا السابقة في محامي الجدول العام لاستكمال ما نتحدث عنه هذه الحلق ولابد لك من عدة عناصر مكملة كل منها للآخر وهي أولا الحضور بالشكل الرسمي لا بد أن تحضر الجلسة بالزي الرسمي وهي البدلة الكملة وذلك يمنحك الثقة بنفسك وكذلك ينعكس على المحكمة بنظرات الاحترام حل حضورك وتقديرك لكونك من أصحاب الرداء الأسود مهنة العظماء وصقتك بنفسك أهم عنصر في حضورك أمام أي محكمة مهما كانت ثانيا الإلمام الكافي وفهم دعواك قبل الحضور لن يكون ذلك إلا بقراءة القضية التي ستحضر فيها أمام المحكمة وتكون واثق من معلوماتك فيها وكذلك واثق من طلباتك ودفوعك ودفاعك الذي ستبديه أمام المحكمة بالدعوة التي ستحضر فيها وذلك بتوجيهات وتعليمات المحامي الذي تتمرن في مكتبه بناء على خبرته حتى تكون صاحب حق في دفوعك ودفاعك أمام المحكمة وذلك بالطبع يمنحك الصقة أيضا أمام المحكمة حتى إذا قاط عطق المحكمة بأي سؤال أو منأشى في موضوع الدعوة أو ردت عليك دفاعك لا تخجل وتحمر أذنك وتتردد في دفاعك ومن هنا نناشد الإخوة الزملاء القدامى مراعاة ذلك مع الشباب وذلك بتدريبهم تدريب صحيح وليس مجرد حمل ملفات إلى المحكمة لعمل إداري كعمل الكتبة والسكرتارية فهذه رسالة كل جيل ينقلها إلى الآخر لابد من بناء الملكة القانونية للمحامي الشاب محامي الجدول العام حتى تكون لديه ثقة بنفسه ومعلوماته بالتجاوب القانوني والرد على المحكمة في موضوع الدعوة حال مناقشة المحكمة له لأن بعضهم قد يترك المهنة أصلاً حتى لا يتعرض للمواجهة مع القاضي والإحراق ثالثاً حضور الجلسة قبل معقاد الرول لابد من حضورك الجلسة قبل رول الدعوة التي ستحضر فيها بوقت كافي وقد ذكرت في حلقتنا السابقة أن تحضر قبل حضور القاضي نفسه أي قبل بدء الجلسة تجلس في قاعة المحكمة ومعك ملف دعواك وتستمع جيداً حال نظر الدعاوة لدفوع ودفاع من يحضر في رول قبل رول قضيتك وردوده إلى المحكمة وذلك بالطبع يجعلك في موقف الاستعداد النفسي لعمل ذلك ويثبات وجودك أمام زملائك وأمام نفسك والجمهور الحاضر بالقاعة لأن القاضي الجالس زميلك وأنت قاضي واقف فذلك أيضاً يمنحك الثقة بنفسك ويجعلك لا تهاب أي مواجهة مع أي محكمة يمنحك جرأة الرد والمواجهة أمام الجمهور رابعاً الحوار الدبلوماسي مع المحكمة كما ذكرت في حلقتنا السابقة ودائماً ما أتحاور به مع أبنائي من شباب المحامين في المحكمة لا بد أن تتعامل مع المحكمة بحوار مهزب ينم عن ثقافتك في الحوار وثقافتك القانونية واسلوب إقناع المحكمة بما تريد يعيداً عن الصدام والمصادمة الذي يؤدي بك إلى خسارة جولة دعوات في المحكمة وذلك أيضاً في تعاملك مع زملائك حال الخصومة أمام المحكمة وذلك بأن تعرف ما لك وما عليك وحقوقك في مواجهة حقوق خصمك من خلال التمرين مع محامي خبرة لا بد أن تعرف أنه في الدعاوة المدنية المدعي يتكلم أولاً ولا بد أن تعرف أنه في الدعاوة الجنائية المدعي بالحق المدني إن وجد يتحدث أولاً والمتهم آخر من يتكلم ولا بد أن تتعود ألا تقاطع خصمك وأن يكون أي طلب أو مناقشة من خلال المحكمة حتى لا تتجه المحكمة إلى توجيهك إلى هذه النقاط أمام الجمهور وخصمك وتسبب لك إحراج وتوتر قد يخرج بك عن المضمون وتشرت بزهنك إلى هذه الحالة بعيداً عن قضياتك أعزائي محامي الجدوى العام نتمنى أن نصل بكم إلى بر الأمان في رسالة مهنة الغزماء أبناء شباب المحامين نتمنى أن تتبعوا ما نذكر لمصلحتكم ونتابعكم في حلقات أخرى قادمة إن شاء الله في بناء شخصية المحام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر